السلام عليكم. اليوم سنتحدث عن انواع الفيز او انواع البطاقات الاتمانة هناك نوع اساسي وهو البطاقات الخصم الفوري الفلوس اللي موجودة معك هي اللي تستطيع تسحب منها لو معكش فلوس في الفيزة او في البطاقات الخصم لا تستطيع تسحب مثلا لو انت نزلك المرتب تستطيع تسحب المرتب اكتر من كده ما تسحبش فمعلكش غرامات ومعلكش فوائد ومعلكش مشاكل لو تأخرت في التسديد انما الكريد الكارد تقدر تسحب ومعندكش رسيد يعني انت معندكش رسيد فبتسحب ولو تأخرت في الفلوس بيستحب فايدة وفي مشاكل طريبا في حدود 45 يوم من غير فايدة اكتر من كده بتفاقة فايدة انا احبش موضوع ده الصراحة بتاعت الكريد الكارد لانا ممكن تكون انت شايف حاجة ومعلكش فلوسها فتستسهل فتشتري فتخشك موضوع ديون وده بيبقى تعود وانمان وبقى مشكلة رهيبة جدا تمام انا بفضل ان انا اعمل حاجة اسمها بريبيد يعني ايه بريبيد البطاقة العادية ما بتخلقش تشير مع النت تمام وانا مش عايز ادخل في الكريد الكارد فبعمل بريبيد يعني بتبقى البطاقة ما فيهاش اي رسيد خالص فيزة مختلفة عن الفيزة بتاعتك لها رقم مختلف تقدر تشير بيها من خلال الانترنت او تسحب من اي فيزة بس هي فاضية تمام لما باجي اشتري حاجة بروح محول مثلا يعني انا مثلا دخلت على النت وعجبتني حاجة مثلا بمئة دولار مثلا فبروح محول من رسيد بتاعي اللي هو الفيزة الاصلية اللي بينزل على المرتب للفيزة البريبيد تمام والبريبيد دي اللي بشتري بيها بحيس ان لو سرقت من على النت يعني لو حد قدر اخترقها او يعمل حاجة ويخترقها ويخترقها خلاص بيخش مبليش حاجة خلص لان انا الميتر ريال اللي انا موجودين في الرسيد اتعمله تمام طيب عشان برضو تحافظ على الفيزة بتاعتك ومتسترقش وفي كل بطالة دورية راجع ولو لقيت مبلغ السحب اتصل بالتليفون تمام تأكد يعني لو في رقم السحب وانت مش فاكر مين لازم تتصل بيهم بالتليفون وتقول لهم قولي رقم ده السحب ليه تأكد ان الماكنة تشغاله قبل ما تدخل الكارت لان ممكن يكون في حيلة بحيس انها تسحب تمام اتأكد ان فيه انتفيروس مستطب على جهاز بتاعك ما تسيبهوش مغير انتفيروس لو دخلت وشكيت في اي موقع يعني متحطس الفلوس غير اللي متأكد ان الموقع بتاعك ده اللي بتدخل فيه فلوس موقع سليم تمام مش اي حد يقول لك اكتب الفيزة بتدهيله في واحد امكات الصلبية وهتكسب كتير وبتاعت دين رقم الفيزة مفيش مش فعن طري التليفون خليك حريص اه لو انت بتدخل فلوس تأكد ان الموقع مكتوب فيه اش تي تي بي اس تمام هايبر تيكس ترانسفير بروتوكول سيكيورتي تمام لو اش تي تي بي يبقى مش محمي واي حد يقدر يختركه ما تشتريش اه حاجه بغير موقع اللي هي اللي مضمونة واللي كون ناس بتأكد انها كويسة زي الامازون وعندما تدخل تأكد انها مكتوبة صحة لانا ممكن يكون فيه فرق حرف او حرفين تمام وبرده على الفيسبوك يعني خليك عندك برانوية يعني جنون الارتياف في الحجم ما تدخلش الرقم غير لما يكون واسك ولو عملت الفيزة بتاعت البريبيت ده هيدمن لك كتير ان شاء الله وبالتوفيق اشتركوا في القناة